اشتركوا في القناة وعليف كل وسائل النقل المدني بما فيها الحافلات وقتارات أنفاق ستبقى في مسوداءاتها كل النقار باستثناء فترة صباح من السادسة صباحا حتى الساعة التاسعة وبعد الزوال ابتداء من الساعة الثانية عشر حتى الساعة الثالثة أما خطوط الضواحي وخطوط 43 و 46 و 19 سيعملون من بداية العمل حتى الساعة الثامنة ومنذ الثانية والنصف حتى الساعة الخامسة والنصف للمزيد من التفاصيل زور موقع الجي تي تي نعلن أعزاء المواطنين أنه اليوم 27 ماي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الحادث عشر ليلا تستضيف سينما الإخوان ماكس بشارع بلجيكا عرض الفيديو تحت عنوان البيئات الحضرية رؤيات غير عادية للمدينة حكاية فيديو من المتحف البيئي بتورينو ويأتي هذا الاستعراض بنية رواية المدينة بصيغة الحكاية المرئية بعد حكايتها بصيغة كلمات وصور مواطنها للمزيد المعلومات يمكنكم زيارة الموقع باللغة العربية بسبب تمنيت الأشغال العمومية التي تعني بناء محطة القطار ببورتا سوزان تتغير حركات المرور بشارع بولسانو فمن ساحة 18 دجنبير حتى شارع ماتيوتي الحركة المزوجة أما من سارع ماتيوتي حتى شارع فيكتوريا منواري فالمرور مسمح في اتجاه واحد فقط فمن يريد الدهاد من مركز المدينة باتجاه الجنوب فمن الأحسن يعني مرة عبر شارع غاليليو فراريس شارع ريومبيرتو أو شارع فينزانيو لاستطلاع على البيان الصحفي يمكنكم زيارة الموقع البلدية باللغة العربية يعود حفل جيران في اليوم سبب 29 ماي هذه المبادرة التي بدأت في المقاطعة الحضرية السبع عشر في العاصمة الفرنسية باريس عرفت نجاح فوري ومتنامي حيث يشارك فيها كل سنة أزيد من تمانية ملايين مواطن أوروبي من 29 بلد و725 مدينة البرنامج الكامل لهذه المبادرة موجود على الموقع باللغة العربية تدعو المقاطعة الحضرية التاسعة كل مواطنين يوم السبب 27 ماي من الساعة التاسعة حتى الساعة الثانية والنصف إلى حفل الرياضة 2010 التي ستعقد في القاعة المغطاة فياني الموجودة في شارع جانيلي 8 في تورينو في انتدار الزوار استعادات في كرة القدم الباسكت الطائرة وكذلك المصارعة اليونانية تأتي هذه الأنشتة كختام يمبادرت بروح رياضية في المدرسة التي عقدت هذه السنة في المدارس الابتدائية وآخرا يمكن لكل شباب مهاجرون والقاطنون بمدينة تورينو من دوية الجنسيات الأجنبية والمتراوحة عمارهم بين 18 و 25 سنة أن يشاركوا في اختيار 20 متطوع في الخدمة المدنية للشباب المهاجرين المقترحة من طرف مدينة تورينو مدة هذه الخدمة هي سنة كاملة وسيتلقى المتطوعون مبلغ 350 يورو كل شهر كمساعدة رمزية آخر أجل لتقديم هذا الطلب هو يوم غد 28 أبريل معلومات أخرى وكيفية تقديم هذه الطلبات تجدون على موقع البلدية من نغار العربية لقد كانت هذه آخر أخبار اليوم من دمتم في حرايات الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر